اشتركوا في القناة بوجود فيديوهات جديدة على قناتنا درسنا لنهار اليوم اخواني هو حول حساس الامان الموجود في المدفأة حساس الامان هذا سأريكم في هذا الفيديو في هذا الشرح كيفية عمله وستشاهدون بام عينيكم كيف يحميك ويحمي عائلتك من الاختناق بغاز احادي الكربون الغاز السام القاتل الصامت هذا هو حساس الامان تجدونه خلف المدفأة عليك التأكد اول مرة يعني اذا اردت شراء مدفأة جديدة عليك التأكد من ان حساس الامان موجود في المدفأة هذا هو شكله اذا لم يكن موجود حساس الامان في المدفأة فلا تشتريها فهو موصبه من وزارة الصناعة ومن جمعية حماية المستهلك وهو ضروري ضروري جدا اخواني ستشاهدون عمله وكيف يحميك ويحمي عائلتك من الاختناق بغاز احادي الكربون سنقوم بسد مخرج الغاز المحروق كما تلاحظون نعمل يعني انسداد كأنه انسداد في مخرج الغاز المحروق في الخارج يعني نعمل كأنه انسداد ونلاحظ ماذا سيحدث في المدفأة اخواني انا شرحت فيديوهات اخرى عن كيفية تركيب المدفأة بطريقة سليمة وامنة وتجنب الاختناق بغاز احادي الكربون وكذلك كيفية تشغيل المدفأة تجدون كل الفيديوهات اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف يمكنكم الاطلاع عليها فهي مهمة جدا اخواني سنلاحظ اخواني ماذا سيحدث للمدفأة اذا سددنا مخرج الغاز المحروق ماذا يعمل هذا حساس الامان وكيف يحميك ويحمي عائلتك من الاختناق بالغاز غاز احادي الكربون وتجنب الكوارث كوارث كل الشتاء يعني من هذا الغاز الغاز المحروق الغاز الصامت القاتل لاحظوا اخواني في المدفأة ماذا سيحدث يعني اقل من دقيقة او دقيقة لا اكثر لاحظوا تنطفي المدفأة بشكل كلي هذا حساس الامان يقوم بدوره وبعمله بشكل جيد يطفئ المدفأة بشكل يعني كلي امانا لك وحفاظا على حياتك نحن عملنا انسداد فقام هذا الحساس باطفاء المدفأة بشكل كلي هذا حساس الامان تقوم بالحرارة بالرجوع اليه هنا ويقوم بفصل التماس بين السلكين الذي تشاهدونهما هذا وحساس الامان يقوم بفصل التماس بين هذين السلكين ومن هناك تنطفئ المدفأ بشكل كلي حماية لك وحماية لعائلتك نلاحظ هنا في بطاقة المعلومات ماذا تقول يقول في حالة انتفاء المدفأ يرجى التأكد من عدم انسداد قنوات تصريف الغاز المحترق ثم الضغط على الزر الموجود وسط حساس الأمان لإعادة التشغيل ماذا يعني هذا الكلام يعني إخواني أنه إذا انطفأت المدفأ بهذا الشكل فهناك خلل يعني مخرج الغاز المحروق مزدود ولا يخرج الغاز المحروق بشكل جيد يعني إذا كان حساس الأمان هذا غير متوفر في المدفأ وكان مخرج الغاز المحروق مزدود سيقوم بإخراج هذا الغاز إلى الغرفة وسيقتلك بصمت دون أن تحس فحساس الأمان هذا يحميك من هذا الخطر إخواني إذا انطفأت بهذا الشكل نتأكد أن المخرج غير مزدود ونقوم بالضغط عليه بشكل على هذا الزر الموجود في الحساس نقوم بالضغط عليه مطولا حتى ترجع المدفأة لتشتغل معنا من جديد نضغط عليه مطولا حتى ترجع المدفأة لتشتغل معنا من جديد هذا حساس الأمان هو ضروري ضروري إخواني الكرام هذا وشرحنا اليوم بدون إطالة ترقبون في فيديوهات جديدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة واتطلعوا على شروحاتنا الأخرى عن كيفية التركيب وكيفية التشغيل شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته